لو عايز تبقى مهندس ناجح باستخدام تقنية بيم، فيه سبع مهارات لازم تكتسبها. أول مهارة هي فهم تقنية بيم نفسها، وهنا لازم تعرف إزايا التقنية بي بتساعد في تحسين عملية التصميم والبناء. وتابع بيموارابيا لتفهمها أكثر. ثاني مهارة هي البرمجة، اللي بتساعدك تكتب سكريبتات تسهل الشغل التقني. وهتلقي على بيموارابيا شرح للبرمجة. ثالث مهارة هي إدارة المشاريع، والدي مهمة علشان تعرف تدير الوقت والموارد بشكل فعال. رابع مهارة هي التعاون والعمل للجماعي، وده لأنكها تحتاج تشتغل مع فرق متنوعة من مهندسين ومصممين وإداريين. خامس مهارة هي المعرفة بالمعايير والقوانين المحلية، لأن التصميم لازم يكون مطابق للتشريعات. سادس مهارة هي القدرة على التحليل وحل المشاكل، وهنا لازم تكون عندك القدرة على فهم المشاكل اللي ممكن تقابلها وإيجاد حلول مبتكرة ليها. سابع مهارة وأخيرة هي التعلم المستمر، لأن التكنولوجيا دي بتتطور بسرعة ولازم تبقى دايماً على دراية بأحدث التطورات والتقنيات. بالتأكيد اكتساب المهارات دي هي يساعدك تكون مهندس بمناجح ومتميز في مجال عملك. ويجب عليك متابعة بي منارابيا. ترجمة نانسي قنقر